بسم الله الرحمن الرحيم المكتبة الصوتية لمعالي شيخ الدكتور صالح ابن فوزان الفوزان حلقات من أحكام القرآن الكريم للشيخ صالح ابن فوزان الفوزان تفسير سورة النساء الدرس السابع والستون بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين انتهى بنا الحديث لتفسير آيات الأحكام إلى قوله تعالى ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاوت ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدا من الذين آمنوا سبيلا أولئك الذين لعنهم الله ومن يلعن الله فلن تجد له نصيرا أم لهم نصيب من الملك فإذا لا يؤتون الناس نقيرا أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما فمنهم من آمن به ومنهم من صد عنه وكفى بجهنم سعيرا إن الذين كفروا بآياتنا سوف نصليهم نارا كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب إن الله كان عزيزا حكيما والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها لأنهار خالدين فيها أبدا لهم فيها أزواج مطهرة وندخلهم ظلا ظليلا في هذه الآيات الكريمة يبين الله بعض مواقف بعض مواقف اليهود من نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وأمته رغم أنهم يعرفونه كما يعرفون أبناءهم ولا يخفى عليهم أمره ولكنهم يعاندون ويكابرون والعياذ بالله قال الله جل وعلا لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم ألم ترى إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب ألم ترى هذا من باب التعجب من حالهم فإنهم يفعلون العجب العجاب في اتباع أهوائهم فلم ترى إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب وهم اليهود أعطاهم الله نصيبا وهو التوراة التي أنزلها على رسوله وكليمه موسى عليه السلام وهي الكتاب العظيم المجتمل على أحكام الله وآياته ومن عظمها الشهادة لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم بالرسالة والحف على اتباعه كما قال تعالى الذين يؤمنون بالنبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر فهو مكتوب ذكره وسيرته وبعثته صلى الله عليه وسلم في التوراة والإنجيل وهم متيقنون من أمره لا يخفى عليهم ولكنهم يتظاهرون بالجهل به وعدم معرفته وكان الواجب عليهم أن يؤمنوا به عملا بهذا الكتاب الذي بأيديهم من وصفه ونعته صلى الله عليه وسلم لكنهم بدلا من ذلك يؤمنون بالجبت والطاغوت والجبت هو السحر فكان اليهود مشغوفين بالسحر والسحرة والسحر كفر بالله عز وجل لأنه خضوع للشياطين وانقياد للشياطين لأن السحر من تعليم الشياطين كما قال تعالى ولكن الشياطين ولكن 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 الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر فاليهود استبدلوا كتاب الله التوراة بالسحر فبدل أن يؤمنوا بما فيها ويتبع محمد صلى الله عليه وسلم صاروا يؤمنون بالسحر الذي هو كفر بالله عز وجل والذي هو كذب وتذجيل فيتركون الحق ويعملون بالباطل يؤمنون بالجبت وهو السحر ويستعملون ويعلمونه للناس ويتركون كتاب الله عز وجل والطاغوت وهو الشيطان والطاغوت أصلهم أخوذ من الطغيان وهو تجاوز الحد ورأس الطواغيت طواغيت كثيرون ولكن رأسهم إبليس لعنه الله فهم يؤمنون به يؤمنون بالطاغوت حيث إنهم يحكمون بغير ما أنزل الله عز وجل والحكم بغير ما أنزل الله حكم بالطاغوت ومخالفة الأنبياء وطاعة الشيطان طاعة للطاغوت والله جل وعلا أمر بالكهر بالطاغوت قال قال فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فلا يجتمع الإيمان بالله مع الإيمان بالطاغوت أبداً فهؤلاء فهؤلاء يؤمنون بالجبت وهو السحر ويصدقونه ويؤمنون بالطاغوت ويتبعون عوامر الشيطان بدل اتباع عوامر الرحمن ويقولون للذين كفروا هؤلاء يهدى من الذين آمنوا سبيلا كيف كان ذلك هذا لما ذهب كعب بن الأشرف وجماعة من اليهود إلى مشرك قريش في مكة عبدة الأوثان لما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة غاروا من الرسول صلى الله عليه وسلم فذهبوا إلى أعدائه وخصومه يريدون الاستنجاد بهم على رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما ذهبوا يستنجدون بكفار قريش سألهم كفار قريش وقالوا أنتم هالكتاب ونحن أميون أينا على الحق نحن أو محمد فسألوهم ما دين محمد وما يدعوكم إليه قالوا إنه عاب آلهتنا وسفها أحلامنا وقطع الأرحام قال وما أنتم قالوا نحن نصل الأرحام ونطعم الضيف وكذا وكذا فقالوا لهم أنتم أهدى سبيلا من محمد والعياذ بالله يستعطفونهم ليستعدوهم على محمد صلى الله عليه وسلم وهم يعلمون أنهم عبدت أوثان وأنهم مشركون وأن محمد صلى الله عليه وسلم رسول الله ومعه الحق لكن حملهم والعياذ بالله العداوة والحسد إلى أن يشهدوا شهادة الباطل هذا ونسأل الله أن يعلمنا الحق ويرزقنا اتباعه صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وإلى الحلقة القادمة بإذن الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكرا